سدقة وثائق من دار شافيق الجرية تهزت وثائق في علاق تهزت وثائق من دار شافيق الجرية وتهزت وثائق من شركة غالية اللي موجودة في من بليزير فيهم اللي هي عندها علاقة بالشركات متاعه والأغلبية عندها علاقة بالشركات متاعه أما ارتباتلك شافيق الجرية الوثائق اللي تهزت الغلبية متاحة 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 خدمة التليفون متاع شافيق الجرية إلى حدود هذي ساعة ما نعرفوه شوين منهار تليت وقف منهار تليت شد تهزت التليفون متاحة إلى حدود هذي ساعة ما نعرفوه شوين حاكم التحقيق العسكر يطلب منه التليفون قلنا لورك هزيته التليفون الفرقة اللي جدت وقفت شافيق الجرية هزت التليفون ما عنده حتى اثر تليفون. ما عنده حتى. هذك هو المخزن انت عن معلوماتك. من حسب تخميناتك شكون الجهة اللي اخذيت تليفون. الجهة اللي الجهة اللي اذنت بيقاف شفيقة جرائي. اللي اعططت اذن بيقاف شفيقة جرائي بذلك الشكل هي اللي عندها التليفون. بما? انت محام. ما نسميه الاشياء بما نسميه. شكون الجهة. اقول لينت. كنا في البداية. ايه ميسير شما. ذكر ان الذكرت. يلوني قتلك الجهة اللي اذنت بيقاف شفيقة جرائي. ما نسويش معاوين اللي يمشيه بشيه. في تلك من الفترة اللي هي الوقتها شكون رئيس الحكومة. وشكون اللي يعمل في حاملة ضد. تليفون شفيقة جرائي عندي يوسف الشهد. هو هو اللي اعطاه اذن بيقاف شفيقة جرائي. والتليفون متعه وتهز هو في الكربة. وما كانش واحده. كان صحبة شخص ثاني. الشخص الثاني رجعوله تليفونه. وسيبوه. وشفيقة جرائي هزوه. الى جهة غير معلومة. والتليفون الى حدود هذه ساعة ما نعرفوش وين. وقت تحت في الاقامة الجبري وقت. يعطيك الصحة. ومعد وقت تحت المحكمة العسكرية. المحكمة العسكرية طلبت منه الهاتف. قلنا لهم راهوا الهاتف ما عنيش. احنا راهوا الجهة او الاشخاص اللي يجوه وقفه شفيقة جرائي هم اللي يخذوه التليفون. وما رجعوشه. هذيك المخزن. متاع المعطيات والمعلومات بتاع شفيقة جرائي. اما 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 حط في بالك حاجة. انه شفيقة جرائي. عنده ما يكفي من الذكاء. ما يكفي من الذكاء. انه تكون المعطيات اللي موجودة هذيك كلها موجودة في جهة اخرى. عليش قلت لك انا ننتظره من شفيقة جرائي. وقت اللي يخرج اللي لم يكن عاجلا فاجلا بيش تخرج برشة معطيات. والمعطيات هذية تتعلق بسياسيين فاعلين في المشهد السياسي منذ الفين وحداش الى عدود هذي الساعة ورؤساء احزاب. رؤساء احزاب. مكش خايف اقتحكي كلم كما هكا ربما يعطل. بشمشوا 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 يغتلوه يغتلوه في السجن. اذا كان ما ثماشي اذا كان ما ثماشي حماية احنا الاشخاص عتم موقفين. اليوم مين المفروض كان يخرج شفيقة جرائي. اليوم اخر كان يخرج هي يلا. هو ما يخرج مين المفروض. هو ما حبش يخرج. او ما حبوش يخرجوه. خلي تكمل المدة وذك عليش. وذك عليش. احنا ما نحبوش نستجدو حتى شخص. ملف شفيقة جرائي معروف. تعمل مطلب صلح حاجة قانوني? لا لا لا. بش نعمل بش نعمل بمطلب مطلب عفو او صراح شرطي. على شهر شهر يكلم يكملهم شفيقة جرائي. يكمل واذا كان توثمة ناس تحب تلفق له جريمة اخرى ولا تهمة اخرى على خلفية التصريحات اللي كنتم نقول فيها اننا نتحمل مسؤوليتي وخلي يعدوني مشاركة معها. اما شفيقة جرائي التليفون تهز. يجيبو شكون هز التليفون. وين التليفون? وماذا به? اذا كان وصلاته المعلومة يجب يعرف اللي راحنا راهو عنا او شفيقة جرائي راهو محطاته ماخذ احتياطاته فيه. مخزن مساجاته كل. عنده احتياطاته. هاشتاغ وين هو التليفون مثلا. فبتي التليفون هذاك هو اللي يحل برشة مشاكل. وذاك تعرف الناس الناس اللي هي هربت بكلها واقلت شد شفيقة جرائي وولت تبندر اليوسف الشاهد. لانهم كلهم كانوا خايفين. خايفين من يوسف الشاهد ولا من جرائي? خايفين من المعطيات اللي موجودة في الهاتف لانهم يعرفوا انه الهاتف موجود. في الاول كانوا خرفين من شفيقة جرائي. في بالك شفيقة جرائي حتى الناس اللي اعطيها فلوس وبيخذ عليها شيكات محبش يسايفهم. وبالرغم الظروف متاعه ووقت اللي حكينا معهم قالهم لا يخلي مش مشكلة. معنى الناس كل او الاطراف اللي حاكي معاها واللي عندها تراس في التليفون من مصلحة انه شفيقة جرائي يضيع تليفون او يتخب ويتحطو في الحفز. مصلحته. انه شفيقة زجائي زيديوقت برشة. ما طلبتوش تسخير وقتها ما شديتوش صحيح في النقطة هذي. ما حاكم التحقيق. حاكم التحقيق ما ما سعاش وما حاولش. واحنا كنا متوقعين اللي هو باشي آآ طوء وطار باشي جيه التليفون اذا كان مش بعد شهر بعد شهرين اذا كان مش بعد ثلاثة شهور بعد اربع شهور. يا اخي احنا آآ في اكثر من مرة وقت يخرج شفيقة جرائي يمشي الاستنطاق حاكم التحقيق. يقول حاكم التحقيق التليفون متاعي ماذا بيه جمول التليفون متاعير وفيه معطيات. اي هاي اللي متغيرت المعطيات وتغير المشهد السياسي وعندكم وزيرة عادلة بعيدة على الاطراف اللي كنت تحكى عليها الكل. ايه تسعى. علش ما تسعى. انتوا تتواجهولا. احنا احنا قدمنا شيكيات وموجودة يلتوا الحدود هذه الساعة موقعش النظر فيه. يعني قدمنا شيكيات. فالاشخاص هظوم اللي كل انا حكو فيهم يلا حدود هذه ساعة موقعش النظر فيه وموقعش فتح بعض فيه. فانتظار وانكم تعرفوا ما ايه اللي تليفون فيه نحنا بدا بدا نعرفه اه ماتر فايصل جادلاوي. و اه. تويجين هارو توانجول لك. امي سيش قولي في الكواليس على الاقرار. شكرا لكم. تويجين هارو توانجول. على حسن المتابعة.